أسعار النفط تلقى دعماً قوياً فسجلت قفزة تنهي الأعلى منذ خمسة أشهر بعد أن شهدت أسعار النفط تراجعات بلغت نحو 20% منذ شهر أبريل الماضي بضغط من الحرب التجارية المتأججة والرؤية الضبابية حول مستويات الطلب العالمي هذه القفزة الكبيرة الآن دعمتها عدة عوامل أبرزها الأنباء عن قرب توصل دول أوبيك وحلفائها المستقلين فيما يعرف بدول أوبيك بلاس إلى اتفاق لعقد اجتماع في فيينا في الأول والثاني من يوليو المقبل لينهي البلوك النفطي بذلك خلافاً مستمراً منذ فترة حول موعد لقاء الدول النفطية لبحث سياسة الإنتاج للنصف الثاني من العام الحالي خصوصاً بعد أن ضغطت روسيا على الدول النفطية لتأجيل الموعد الذي كان مقرراً في يونيو رغم أنها ليست عضواً في منظمة أوبيك العامل الثاني الذي دعم الأسعار هو الأمل الذي يلوح في الأفق حول إمكانية توصل الولايات المتحدة والصين إلى حل قريب يخفف من تداعيات الحرب التجارية المتأججة بينهما والتي تلقي بذلالها على الأسواق العالمية وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه أجر اتصالاً جيداً جداً مع نظيره الصيني زيد جيمبينغ ومن المقرر أن يلتقيه وأن يكون بينهما اجتماعاً مطولاً خلال قمة الدول العشرين في مدينة أوساكا اليابانية نهاية يونيو الحالي اشتركوا في القناة